مع منتخب مصر الوطني مش عارف ليه الحقيقة يمكن أغلب الناس اللي قلتني النهاردة بعد المباراة كنت شايف عندهم يعني أحساس الصدمة وكأنه ده كان شيء مش متوقع والحقيقة يعني الحقيقة علمتنا كلنا أنه من الصعب جدا أنك أنت تعمل نفس التجربة بنفس المقدمات وتبقى مستني نتائج مختلفة دي يطلق عليها المأساة لكن الكرسى أنك تحاول تتكراره مرة تانية وعشان أتكلم مع حضراتكم بمنتقى الصراحة أنا عارف أنه فيه ضغوط شديدة جدا من اللحظة اللي انتهت فيها المباراة على مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري أنه يقدم استقلته أنا مش هلعب مع حضراتكم لعبة بص العصفورة عشان إحنا لعبنا اللعبة دي كتير قوي لأنه القصة في جميع الأحوال ليست قصة أنه إيه أو ما انتسبب في رحيل كيروش أو ما انختار إهاب جلال لتولي المسؤولية كيروش في أعظم الأحوال ما كانش أعظم حاجة في الدنيا وكلنا فاكرين لأنه المرحلة ما كانتش بعيدة وما شفناش تطور حقيقي في منتخب مصر أو مع منتخب مصر في ظل قيادة كيروش عم من سبقوه ارجع كده بالذاكرة الورى وافتكر حجم الانتقادات اللي اتعرض لها حسام البدري من قبله هكتور كوبر بالمناسبة يمكن أعظم مرحلة أو أعظم فترة وصلت فيها الكرة المصرية أنها تحقق نتائج وصلنا مع كوبر لكاس عالم ووصلنا مع كوبر لنهائي أمم إفريقيا قبل منه شوئي غريب قبل منه برادلي والقائمة تطول وما اعتقدش أنه في أي مرحلة من دول بما فيهم مرحلة هكتور كوبر اللي وصلنا كاس عالم بعد غياب 30 سنة كنا راضيين أو 28 سنة كنا راضيين كانت الناس دايماً مش راضية على المستوى وعلى الأداء اللي بيقدموا المنتخب المصري كنا بنوصل دايماً زيما بيقول كده بتضليء بشق الأنفس عمرنا ما حسنا في لحظة من اللحظات إن إحنا عندنا منتخب قوي تقدر تدخل بيه أي مواجهة وإنت متطمن وإنت حاسس إنه الاحتمالات على أقل 50-50 دايماً داخل على عصابك فقصة لقصة اتحاد عشان برضو اتحاد جمال عالم ما يحسبش على الفاتورة كاملة ولا قصة إيهاب جلال لأن إيهاب جلال ما خدش فرصة أساساً عشان تقيم مرحلته أو تجربته والنهاردة الصبح لو مش إيهاب جلال وجه أحسن مدير فني في الدنيا ما فيش حاجة هتتغير ما تستناش حاجة من المنتخب السنتين ثلاثة اللي جايين أنا بقول لحضرتك بمنتخب وأنا كل سقة أنا ماليش في علم الغيب وما بقراش المستقبل لكن بقول لحضرتك ما تستناش حاجة من المنتخب مصر سنتين ثلاثة جايين إذا لم نتحرك فوراً التحرك مش بس قصة منتخب المنتخب ده جماعة قمة الهرم المنتخب ده مراية لحال المنظومة الكروية في مصر كلها إذا استقرت وإذا كانت منظومة صحية طبيعية منظمة توقع النتيجة ده يكون عندك منتخب قوي لكن كلم بقى على مسابقات محلية حد يكلمني عن حجم المنافسات في المسابقات المحلية في مصر بطولة الدوري في آخر عشر سنين مين كسبها؟ إيه حجم المنافسة في بطولة الدوري؟ في الثلاثة أربع سنين الأخيرة إيه شكل دوري الدرجة؟ في دوري في العالم فيه 48 نادي يعني هل فيه تجربة في العالم فإيه حتة في الدنيا بتقول أننا عندهم دوري بيشارك فيه 48 نادي حد تكلم عن قانون اللعب المالي النظيف وتأثيره حد يقدر يقول النهاردة الاستثمارات اللي دخلت في كرة القدم أضرت ولا أفدت الكرة المصرية؟ مع ارتفاع قيمة الأسعار وقيمة الإنفاق من الأندية المصرية هل يضاهي ده أو يوازي ده مرضود فني؟ حد كتب لي في مرة وقال لي إيه هي خريطة التوزيع الجغرافي الأندية في مصر حد تتكلم على مشاكل قطاع الناشئين وأنه بقى مشروع للبيزنس أكتر منه أن احنا نكتشف ونطلع مواهب تفيد الكرة المصرية حد تتكلم عن دول الأكاديميات الأجنبية التي تفتحت في مصر بالعشرات وبتحمل أسماء برندات من أعلى كواليتي تتكلم حضراتكم على الأندية زي ريال مدريد وأتلتكم مدريد وباريس سان جيرما وابتهالي ليفربول وإلى آخره طلعوا إيه استفادت منهم إيه الكرة المصرية ولا الموضوع بقى بيزنس وبس قطاعات الناشئين التي اتحرم بسبب القواعد التي اتحطت فيها مش هقول يعني مش هقول مئات ولا ألاف هقول عشرات المواهب أنها تجد فرصة أنها يتم اكتشافها في وقت إيه؟ في وقت خد بالك في وقت الدولة فيه مهتمة جدا بالرياضة وبتدعم القطاع الرياضي بكل ما يعني أتأت من قوة تتكلم النهاردة أنا على يعني على زمني أنا ما كانش فيه لا هذا الكم هذا الكم ولا هذا الحج من النوادي في مصر طب ليش النوادي؟ تعالوا نشوف الملاعب اللي اتعاملت في آخر 3-4 سنين على مستوى الجمهورية ودت مساحة للمشاركة وللاكتشاف حد تتكلم على دوري الجامعات حد تتكلم على دوري المدارس الهرم كله بجد يعني أنا مش بحاول أأخذ أياقص حضراتكم لكن الهرم كله الهرم كله في حاجة إلى عادة نظر وكل المسؤولين كل المسؤولين عن الكرة المصرية في العشرة أو الـ 12 سنة اللي فاتت اللي غابت عنها الإنجازات كل من تولى منصب في موقع مسؤولية عن الكرة المصرية أخفق أو ساهمة في الوصول لهذا الحجم من الإخفاق وشايف أن فيه وجوه كتيرة جدا عليها أنها تبعد عن المشهد الكلام مش بس على اتحاد الكرة الحالي اتحاد الكرة الحالي بشوفه كمان وإن أخفق إداريا وإن كانت مقدمات تولي المسؤولية ما تبشرش وبالتأكيد يتحمل جزء من المسؤولية لكن ليس هو الجاني الوحيد وإذا أردنا إصلاح أي في مصر وده إصلاح هيستغرق سنوات علينا أن نحن نبص على الأسباب وفي الأسباب هتلاقي بقى يعني يعني ممكن أخذ من هنا لغاية البيت الكبير لو كابتن إسلام الشاطر يسمحي أنا ممكن أعود أتكلم محراركم في ساعات وساعات أنا في سنتين بس هم يعني عمر اللي اشتغلت فيهم في الإعلام الرياضي اكتشفت على الهوى وبرى الهوى كوارث المخفي والمسكوت عنه كبير جدا ولن ينصلح الحال لو جبت بيب جوارديولا بكرة الصبح مسك منتخب مصر ما تتوقعش يكون في نتيجة مختلفة لقصة قصة مدير فني ولا قصة قصة أسماء تدير اتحاد الكرة القصة قصة منهج عمل طريقة عمل رؤية رؤية حد يعرف سمع عن كده قبل كده عن فجن أو مشن يعني حد سمع عن المصطلحين دول في أي منظومة مش بس في الرياضة إزاي تحط رؤية وإزاي تختار العناصر اللي ممكن تحقق الرؤية تبني لك المهمة اللي تقدر توصلك لتحقي الرؤية دي هدف عشرين ستة وعشرين اللي بعد ما خرجنا من كاس العالم بالمناسبة اتكلمت فيه حد تتكلم عن ده حد طرح رؤية لكرة المصرية في الأربع سنين اللي جاية حد تتكلم عن الفرق 2006 و2003 حد قال إيه هو مستقبل الكرة المصرية إيه المنتظر غير مدير فني وهات مدير فني جديد ماشي الأجنبي وهات وطني لأ هات الوطني وماشي الأجنبي بنلعب اللعبة دي بقالنا 12 سنة لعبنا كل الألعاب ولا مرة اختلفت النتيجة ترجمة نانسي قنقر